العدو من خلال سلسلة الضربات اللي حضرتك تفضلت بالحديث عنها والتي اعتمدت منهجية تصاعدية وصلت إلى حد استهداف سماحة السيد ويعني نيل من المكان أو المخبأ الذي كان موجودا فيه عبر 83 طون من المتفجرات بالمناسبة التي وفرتها الولايات المتحدة الأمريكية وهي مجموعة من القنابل الخارقة للتحصينات توصل بنظام توجيه صناعة أمريكا اسمه نظام جدام جي دي اي ام وأيضا بالضرب التي حصلت بالأمس في مدينة بيروت استخدم نفس هذا النظام وعبر نفس النوع من القنابل لكن بعدد أقل وبالتالي الغايم كانت تطبيق نظرية الصدم والذهول وهي عقيدة عسكرية أمريكية لأولمن سبق أن طبقت على العراق وأفغانستان وأريد لهذه الضرب ووقع أن تحدث الانهيار دفعة واحدة وهذا ما لم يحصل استاذ حيدر بالعكس البنية المركبة لجسد المقاومة وجسد حزب الله سبحت سريعا بالخروج من حالة الارتباك وإعادة ترميم سريع لمنظومات الربط والتحكم والسيطرة وبقيت الصواريخ والقدرة العسكرية خارج هذا المسار التركيز جرى على الرأس على عمل أن ينهار الجسد هذا الأمر لم يحصل استاذ حيدر بالعكس عشنا في الأيام العشرة الماضية منذ بدء التصدي على الحدود البرية وسقوط 13 قتيل من وحدة إيجوز ولواء جولاني وأكثر من 300 جريح على ما يسمى الحافة عادت بسرعة قواعد المشهد للتغير وأتت صليات الصواريخ بالأيام الأربعة أو الخمس الماضية لتقول أن جسد المقاومة ورأسها قد تعافى وأن القدرة على إدارة المعركة عادت لتأخذ حيويتها وفعاليتها لا بل أن المقاومة الآن هي في طور إعادة إنتاج وتثبيت معادلات جديدة